وكالعادة يظهر كريم فؤاد بطلا في مواجهات النادي الاهلي الأخير هو الذي يسجل فقط في مواجهات النادي الاهلي كريم فؤاد هو الاستثناء للحالة اللي كان عليها لعبة النادي الاهلي النهاردة يا كريم كريم فؤاد لازال بقدم موسم استثنائي بداية كريم فؤاد ده الموسم الخامس للناس كتير متعرفش كريم فؤاد مولي 99 بالمناسبة وفي جزء هنتكلم فيه على قصة اللاعبين الصغيرين أنا لقطعه انت بتتكلم في الانترو وهتكلم عليها والربط يعني لعب مميز جدا في فرقة المقولين وهتكلم عليه وده اللي احنا عايزين نتكلم عليه كتير فترة اللي جاية علشان منتخبنا في الاساس وعلشان تطوير اللاعبين الموقع الصغار فنرجع تاني لكريم فؤاد كريم فؤاد رغم ان ده الموسم الخامس اللي هي كريم كريم فؤاد لعب اربع مواسم قبل الموسم الحالي سواء مع انبي او نجوم المستقبل او حتى بعد انضمامه للنادي الاهلي كريم فؤاد لعب 96 مباراة في الدور الممتاز كريم فؤاد لعب 7460 دقيقة شايف الرقم فقط صنع 8 اهداف لم يسجل كريم فؤاد طوال اربع مواسم في الموسم الخامس كريم فؤاد فقط في 250 دقيقة اقل من 3 مباراة مكتملة كريم فؤاد بيساهم في 6 اهداف سجل 4 اهداف وصنع هدفين ليصبح هو المساهم الاجبر في اهداف النادي الاهلي في الست مباراة اللي خدهم النادي الاهلي ثلاث مباراة في الدوري مباراة الكاس ومبارتين دوري افطال افريقيا 6 مباراة بياخدهم النادي الاهلي 6 مساهمات من كريم فؤاد يصبح هو المساهم الاجبر كريم فؤاد هو الرابح الاجبر من وجود مارسل كولر كريم فؤاد بيقدم بدايات موسم استثنائي نتمنى ليه التوفيق نحييه على اداءه نتمنى ليه الاستمرارية مش بس كده النهاردة كريم فؤاد بيرجع احنا نسينا كمان لعيب مهم جدا النهاردة ما كانش موجود في المباراة اكرم توفيق طبعا لعيب مهم جدا الراجل بيجهزه برضو المباراة الجيش يوم اتنين صح وهنا نرجع ليرفرنس مهم عن المباراة يا كريم عشان ما ناخدش وقت طويل في المباراة انه المباراة لما نيجي نتكلم على انه عقلية مارسل كولر هل مارسل كولر بيعتبر بطولة الكاس او فاهم ان بطولة الكاس هي بطولة مهمة عند الجماهير ولا مارسل كولر بيعتبر ان هي مجرد بطولة تكملية لبطولة الدوري ويضع الاولوية القصوى لبطولة الدوري وبالتالي بعض اللاعبين والكثير من اللاعبين حط البلان بتاعته انهم يكونوا جاهزين لمباراة الجيش يوم اتنين ان شاء الله فدي واحدة من ضمن الحاجات اللازم يحطوها مارسل كولر وادارة النادي الاهلي في حساباتهم كمان بعد بقى جماهيري للمباراة النهاردة وفوز النادي الاهلي حتى لو كان بركلات الجزاء يوم سبعة وعشر حداشر لجماهير النادي الاهلي الخاص بذكرى فوز النادي الاهلي بالبطولة التسعة افريقيا يوم مهمة عند الجماهير فليه بعد جماهيري فتنفس الصعداء جماهير النادي الاهلي حتى لا تتحول اليوم اللي بيحتفلوا به لنقمة بالخروج من بطولة الكاس انه كمان هيبقى توديع لمباراة السوبر المصر للموسم القادم اذا لم يتوج النادي الاهلي لأن البطولة الكاز دي عن بطولة الموسم الماضي اللي توج بيها نادي الزمالك ففي حالة وجود بطل الكاز غير نادي الزمالك كان النادي الأهلي هيحرم من التواجد فدي واحدة من مكاسب الجماهير النادي الأهلي كانت بتنتظرها النهاردة من مباراة المقاولون ده الشكل العام أو الإطار العام سواء دور كريم فؤاد في المباراة النهاردة وخلينا أقول لك كمان يا كريم نقطة مهمة جداً عليك كريم فؤاد كريم فؤاد النهاردة في واحدة من المباراة اللي احنا بقولوا ان اهلي مقدمشوا مستوى مستوى اقل كتير من قبل التوقف كريم فؤاد النهاردة كريم عدد التمريرات الصحيحة هو اللاعب الاعلى في المباراة اعرض لك الاركام كريم فؤاد وانت بتتكلم برضو اركام كريم فؤاد نهاردة كريم فؤاد 62 تمريرة صحيحة من 69 فيما يخص التمريرات القصيرة استخلاص الكرة هو الاعلى في المباراة تمسك سيجملس أو معايير تقييم اللاعب داخل المباراة كريم وتلاقيه هو الأعلى في واحد والأعلى في اتنين والأعلى في تلاتة تعرف هو النجم الأول للمباراة وبالمناسبة كل المواقع الإحصائية يديك كريم فؤاد مش بس عشان سجل رغم من المقولين فيه أكتر ملعب ظهر بشكل جيد لكن كريم فؤاد النهاردة في كل المواقع الإحصائية واللاعب الأعلى تقييما كريم فؤاد النهاردة التحامات الهوائية ولاعب قصير القمى أربع التحامات الهوائية بيقدر يحصل عليهم من خمسة كريم فؤاد بيسجل هدف زي ما قلنا هدف سادس ليه الأرقام دي بتقولك ليه كريم فؤاد بيوصل مسيرته واحد من المتقلقين بيشدة في الدور المصري ككل مش بس في النادي الأهلي كمان كريم فؤاد بيقدم موسم استثنائي بالنسبة له هو في كاريره وفي حياته نتمنى ليه التوفيق ده الجزء الخاص بكريم فؤاد